بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أحبائي المشاهدين أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في قناة منارة الريف المصري فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن الإجابات عن الأسئلة الحلقة الأولى من جموس المرة في سلسلة ملك السلالات على قناة منارة الريف المصري هنتكلم عن بعض حاجات بعض الأسئلة التي انطرحت فيه ناس طبعا من ضمن الأسئلة ناس طلب حلقة عن الجموس العراقي فيه ناس طلبة أن أتكلم في جميع سلالات الهند نكملها وبعدين نرجع نشوف الحاجات التانية فيه أكثر من رأيي عايزنا نتكلم عن الجموس المصري فيه برضو من ضمن الأراء اللي انطرحت الجموس الصيني الجموس الصيني طبعا أنا بضيف كمان أن طبعا كل سلالات دي كويسة وعايز أتكلم برضو فحاجة أن فلسطين فيها جموس إسرائيلي يعني بقى فيها مزارع واستوردة جموس إسرائيلي الجموس ده على الإضرار الجموس ده على الإضرار يوصل للحليب حليب الجموس بيوصل لتلاتين كيلو في اليوم بتوصل لتلاتين لتر حليب في اليوم الجموس ده موجود منه مزارع في قطاع غزة كمان في مزارع الجموس ده يعني بقى منتشر في فلسطين طبعا الجموس ده برضو هو جموس من نوعية مرة الهندية يعني برضو أصله هندي وهم اشتغلوا عليه هندسة ورصية برضو شغل جيناته رصية وانتخاب ووصل برضو نتائج متقدمة وعالية كمان فالجموس ده موجود في فلسطين اللي خلينا أعاني لو فيه مثلا لو فيه مثلا فيه حاجات عن طريق المعابر فيه حد بيشتغل في الحاجات دي بقى فيه مزارع دلوقتي موجودة وفيه بقى منتشر في فلسطين الجموس الاسرائيلي ده جموس مرة فممكن برضو يعني الطريقة تانية يعني الطريقة مختلفة فيه المرة الصيني في واحد كتب لي ان المرة الصيني افضل من المرة الهندي في الحليب والدسم فهو المرة الصيني برضو كمان كويس ولو عايزين حلقة عن المرة الصيني برضو نكتب عليه لان المرة الصيني مش اصلي برضو لانه هو تم انتخاب عليه ولكن الاصل فضل مرة تمام فيه سؤال بيقول ان الهند جموسها كان زي الجموس بتاعنا وتم تهجينه الكلام ده صحيح مية في المية وكل السلالات الموجودة دلوقتي عليت الاضرار ما كانش لها اي اساس اه غير اساسيات وتم الشغل الانتخاب عليها يعني ففعلا الجموس احنا ما تبصش للجموس بتاعنا احنا الجموس بتاعنا احنا حكمين عليه بالاعدام فهد محدش ايه ونوعيته كويسة كمان والفيزيو قالها برضو هي كمان شوية ان ان الجموس ده هو نفس الجموس بتاعنا لا مش هو نفس الجموس بتاعنا مش نفس الفصيلة يعني هو جموس اه بس مش نفس النوعية مش نفس السلالة بتاع الجموس المصري فيه سلالة هناك في الهند اه نفس السلالة بتاع الجموس المصري برضو لما ييجي وقتها ونتكلم عنها هنتكلم عنها وهنقول لي ان هي دي السلالة اللي شبيهة بالسلالة المصرية اللي احنا بنشتغل عليها ولكن مش جموس المرة هو اه سلالة زي السلالة المصرية او تطوير او كلام من ده اه فيه برضو واحد يقول لي ان حليب جاموس المرة يصل إلى 45 كيلو في اليوم هذا الكلام ليس صحيح أعلى جاموس سجلت في مسابقة سجلت 34 كيلو وكسور سجلت 34 كيلو وكسور وما وصلت إلى 45 كيلو وكسور وما وصلت إلى 40 كيلو يعني أخرها يعني لو وصلت إلى 35 كيلو وما وصلت إلى 45 كيلو السؤال أيضا من جاموس المرة في مصر وكام هذا سؤال جاموس المرة ليس موجود في مصر لا تم استراضه هناك لقاحات موجودة في وزارة الزراعة المفروض أنها تكون موجودة أو ممكن تكون اسمها مثلا باكستاني أو يعني هي مش شرط في الهند يعني ممكن تكون باكستاني أو حاجة زي كده ولكن هي في النهاية مرة لو التلقيهات موجودة برضه طبها كويسة في التهجين بتاعنا هتدينا برضه مرضوض كويس مع الإيطالي يبقى عندنا أكثر من حاجة في الخليط يعني يجي للسؤال لبعد كده ليه مصر ما بيتحاول شي تدخل هذا الجاموس لا هو مصري لو صحي لها تدخل ولكن هناك بعض صعوبات في التصدير وإذا كان هناك حظر السلالة مثلا في الهند إذا الحكومة حظرت تصدير المواشي دي حي كده فبرضه هيكون من الحقيات الصعبة يعني مش شرط بس إن السائل المنو بتاعها متاح يعني يعني ممكن برضه إنك تشتغل هما لما اشتغلوا اشتغلوا على على السائل المنو المجمد وتم الانتخاب وشغل هندسة ورصية ووصلوا نتائج كويسة ليه إحنا كمان ما نعملش كده ليه السؤال البعد كده إيه أفضل جموس للتربية وموجود في مصر أفضل جموس للتربية موجود في مصر فيه لو لو الجموس المصر البلد بتاعنا لو نوعية كويسة لو يعني لو حاجة إضرارها عالي وموصفاتها كويسة ممكن في الجموس الإيطالي برضه كويس موجود في مصر وبينما نستبرده موجود دلوقتي بمتاح للجميع الجموس الإيطالي ولكن تجيب جموس الإيطالي تجيب عجلات تجيب عجلات يعني ما تروح ش تجيب جموس أيطالي والابنت خمس ولد التي تجيب عجلة بها ما تروح ش تجيب جموس بنت خمس ولد ليس هتعرف تبيعها تقول عندك setanora واثنين ليس هتعرف تبيعها فأنت ليس يريد لك يعني ما يروح ش يقدم نفسه في جموسه افضل جموس 6 ولد وسادس ولد لا يبعد عن الحجات ده يشتري عجلة تشتري عجلات عشار. اما ابعد عن هذا الجموس الكبير و لا تفرح بشوات اللبن اللي فيه. نصيحة توجد طبعا فيه جموس فيه خليط بكون الخليط الإيطالي كويس جدا. لو تم تهجينه مع سلالة لبانة مع مثلا جموسة لبانة أو فردة لبانة. يعني لو جموسة لبانة وتم تهجينها بإيطالي جموس الخليط الإيطالي جيدا جدا أفضل من الإيطالي خليط الإيطالي لأنه يدي متوسط عمر أعلى من الإيطالي الأصلي وفي موجود فقط ليس باين تجد بعض المواصفات تكون موجودة في الأسواة الخليط الباكستاني و الخليط العراي بيكون موجود بس بنسب يعني بيبان في الجموس المصري بتاعنا بنسب كده بيبان في الشعلة البياض اللي بيكون في الجموس الحاجات دي بتكون برضو دليل على التهييين خلي بالكم اسم الشركات المعتمدة للتصدير انتو عايزين اسم الشركات المعتمدة هنا في مصر ولا برا هنا ما بفيش حد بتعامل في الجموس ده ما حدش جابه فانت لو عايز اسم الشركة برا فمثلا عندك شركة الهند عندك شركة الهند من أكبر الشركات للتصدير لحوم الجموس والجموس الحي كمان جموس المورة الصينية أفضل من الهندي اتكلمنا في السؤال ده المورة الهندي زي المصري في نسبة الدسم تسعة في المية هو طبعا المتوسط نحن بنتكلم في الحالة في الأعلاف الجف وفي البرسيم طبعا النسبة هو مش محتاج لأعلاف مركزة عشان تزود نسبة الدسم أو عشان تحافظ عليها يعني مش محتاج أعلاف مركزة عشان تحافظ على الدسم ومع أي أكل هي نسبة الدسم تكون ثابتة يعني هذا المتوسط من تسعة إلى عشرة مثل جموس المصري فعلا في الدسم ولكن هناك بروتوكولات متابعة وأعلاف بتركيزات معينة تابعة طبعا من مراكز البحوث والكلام ده تم الشغل عليها ويقول لك أنها عندما تتعلي في المواشي تزيد نسبة الدسم وتصل إلى 14% أو 15% الآن السعر ومتوسط العمر طبعا ميزة الحيوانات هذه أعمارها طويلة مثل الجموس المصري البلدي أعمارها طويلة السعر الآن تتكلم من 65 ألف روبية إلى 100 ألف روبية طبعا 65 لما تتكلم 15 كيلو لبن وانت طالع لحد 25 كيلو لبن بتوصل 100 ألف روبية طبعا المئة ألف روبية دول حوالي مثلا 25 ألف و 800 جنيه يعني المئة ألف روبية حوالي 5 يعني تتكلم في جموسة بتحلب 25 كيلو لبن بما يعاد خمسة وعشرين ألف و 800 جنيه فلا انت في فرق كبير نحن عندنا الجموسة لما بتحلب خمسة و خمسة ببعاب 37 تمام في فرق كبير يعني بس ده بالنسبة لبلدها وبالنسبة لعملتها وبالنسبة لسعر الأعلى فعندهم كل حاجة دي الحاجات دي كلها تحطها في اعتبارك وبعدين ان هي برضو بالسعر ده برضو بيتكلف عشان توصل هنا برضو بيتكلف تمام الموضوع ببقى مكلف برضو ولكن انت بتتكلم برضو ان برضو حتى لو هي على أرضها كده فانت لا الموضوع برضو مغري التلقيح فين في مصر ممكن تسأله في مديرات الزراع لانتو تبعين لها اذا كان متوفر ولا لا ممكن تسأله عنه ممكن يكون متوفر على فكرة باكستاني مش شرط مش شرط هندي هندي ممكن يكون موجود منه مرة باكستاني عادي هو نفس الجودة برضو يعني هل الجموس الهندي او العراقي موجود في مصر والله يشوف هو ممكن يكون فيه تلقيحات ماشي والعراقي ممكن يكون فيه موجود لان انا بشوف بعض تهجينات بخليط عراقي انا بشوف خليط عراقي في الاسواق يعني الاسواق فيها خليط فيه عقلات وعقول خليط عراقي مش عارف ده الخليط ده ناتج عن تلقيحات ولا ناتج عن تهجين بين الاباء والامهات يعني انا مش عارف بصراحة بس انا اتوقع ان يكون تلقيحات صناعية هل يوجد شركات هندية متخصصة لتصدير الجموس الهندي ولكن اقل طلب عشر جموسات شوفوا موضول عشر جموسات ده انا شفت فعلا شركة بتعلن كده بس التوريد داخل الهندي يعني من الولايات لبعضها هم سامين وتصدير وتوريد ومش عارف ايه بس ايه داخل الولايات وبعضها انما التصدير خارجي عشر جموسات عشر روس مش عادد للتصدير يا جماعة يعني عدد للتصدير يا جماعة ايه مفعش ان يكون في تصدير عشر جموسات هل المرة سلالة مختلفة عن الجموس المصري اه مرة سلالة مختلفة عن الجموس المصري الجنات الورصية بتاعتها مختلفة والاضرار مختلف والجسم مختلف والشكل مختلف كل حاجة مختلفة ولكن طريقة التربية واحدة قوة التحمل واحدة النوع واحد جموس في الاخر يعني اه الجموس موجود في مصر استوردوها الفين وتسعتاشر لا مستوردوش الفين وتسعتاشر بالعكس في اجرات مشداد ما فيش حد استورد جموس الفين وتسعتاشر لا مصر ولا غيرها يعني في حظر على تصدير الجموس لان في شغال عملية انتخاب وشغالين على سلالة النيل كمان شغالين عليها ففي تهجيم بينها وبينها عشان يطلعوا سلالة جديدة فلا ما فيش تصدير ما فيش تصدير الفين وتسعتاشر تم استراد الجموس الايطالي وفعلا طلعت ميزانية لاستراد الجموس يعني سلالات مختلفة من الجموس ولكن في النهاية اللي وصلنا هو بس الجموس الايطالي ما وصلناش سلالات تانية وصلنا تلقيحات لسلالات تانية كتير يعني كانت وزارة الزراع كان فقط تلقيحات كتير ولكن مش في الفترة اللي هما تكلموا فيها انه هما استوردوا ساعتها الجموس الهندي او اي حاجة هما اللي استوردوه فعلا كان في الصفقة دي كانت صفقات جموس ايطالي دخلت البلد في واحد يقول لي انا دخلت السنة اللي فاتت مواقع هندية قالوا انهم صدروا جموس لمصر وقال لطلبية عندهم عشر جموس نتايير بالنفس السؤال والسعر اللي هي تعدى 1500 على حسب اللبن برضو ده طبعا اللي كان بكلمك ده بكلمك على اساس الشهور الدخيلة عندهم وهتلاقي برضو عايز بكونوا تجار كبار وعايزين يشوفوا موردين وتتعاملوا معهم وتتعاملوا مع المورد وهو يوفر لك الكمية ولكن ممكن يكون هناك نصب في الموضوع فلا ما تحاولوش في الموضوع طبعا واحد يسألني عن طريقة التغذية طبعا التغذية بتاعتها جماعة زي الجموس المصري الجموسة دي لو جبتها تتعامل معها زي الجموسة المصرية الجموسة دي لو جات تتعامل معها زي الجموسة المصرية حتى في الهند الهند مختلفة عن ايطاليا المزارع اللي عندها عبارة عن هناجر وطوائل يعني بعملوا طوائل اللي البهام بربطوهم على طوائل فالطريقة التربية يعني في متقربة في التغذية متقربة كل حاجة متقربة آآ كمان الجموس هادي جدا من نوعية الجموس الهادي آآ ولو عايز تغرب حاجة عن طريقة التغذية والأعلاف اللي بيستخدموها ونسبة البروتين في الأعلاف والكلام ده في عندك آآ موقع آآ بافالوبيديا ممكن تخش عليه وتشوف التغذية المناسبة لها هل تفضل الجموس ام الأبقار شوف والله انا بالنسبة لي انا اولا دورة الأبقار سريعة دورة الأبقار سريعة تمام لبنه كثير بس مشاكله كثير وعمره وصير عمر البقرة وصير من زي الجموس فالجموس بيستحمل الجموس حمول بصراحة بتحمل بيئة ما بيئة ما بتطرقش انك عايز اماكن مخصصة او مش عارف اول جموس كبير وبعايز بركة مية بس ينزل فيه في الصيف إنما الأبقار المستوردة بالذات بتكون عايز زبيئة معينة ورعاية معينة وامراضها كثير ومشاكلها كثير غير عن الجموس يعني بص الجموس احنا بالفلاح قدما تسموه يعني الحيوان ده حمال الاسية بتحمل منعته عالي يعني المقارنة بين البقر والجموس في الحتة دي لا البقر بتميز بحاجاته والجموس بتميز بحاجاته بالنسبة للسؤال اللي بقول لي هل طرق الحلب آلي ام يدوي طرق الحلب لتسعين في المية في الهند بيكون يدوي بيعتمد لسه على الطريق الحلب اليدوي ولكن فيه آلي برضه يعني ممكن تستعد من معها الحليب الآلي زي الجموس الايطالي طبعا للناس اللي بتتكلم ان السلالة انت بتتكلم عن السلالة مش موجودة في مصر ومش عارف ايه انا بتكلم عن السلالة للسلالة مش عشان انا رايح اشتريها انا بتكلم للتسقيف اسمنا منارة الريف المصري يعني احنا بننور الناس وزي ما قلتلكوا في الاول خلاص احنا هدفنا الفلاحي بقواعي وعارف مش شرطة تكون السلالة موجودة في مصر ولكن انا بديك فكرة من التسقف كلنا مع بعض بنستفيد كلنا مع بعض عشان لما يجي يوم من الايام تيجي سلالة تنزل مصر او نشتغلوا على سلالات جديدة نبقى عارفين اصلها في اصلها وجاية منين وشغلها عامل ازاي وان شاء الله نقدر نغطي قدر كبير يعني ولو عايزينا الفترة الجاية نتكلم شوية يعني نعمل حلقات هنخصص لكم شوية حلقات عن السلالات الموجودة في مصر وعايزة اقلب شوية عايزة اعمل برضو حلقة عن عجول التسمين وافضل النوعيات فيها وبرضو هتكون موجودة في مصر ان شاء الله عشان برضو الناس بس محدش يطلب مني ادي له عنوين مزارع لو سمحتوا فانا كل حاجة متاحة للجميع وكل واحد بشتري من مكان ما هو عايز وحابب اما انا مش هنصح حد بحاجة عشان برضو محدش انضار عشان الشفافية وعشان اكون انا في الامان ولكن كل حاجة متاحة والانترنت مش مخلي وخاصة لما يكون الموضوع متعلق بالناتج ان ما يكون موجود هنا في مصر فيكون الموضوع اسحل مما يمكن يعني اشكركم على الحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد السلام عليكم